نهاردة بداية الانتخابات انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في الوضع الطبيعي لو عندنا انتخابات وعندنا مرشحين وعندنا تنافس وعندنا عملية انتخابية كاملة كان زمان اهم حاجة في اخبار اليوم تلاقي القنوات بتغطي المواطن سايب اللي وراه اللي قدامه طوابير الانتخابات طوابير الناخبين الكل نازل لكن فيما يبدو ان ما حدث او ما سبق هذه العملية الانتخابية او وصفها بالهزلية والمسرحية ادى العزوف كبير من المواطنين كل الان لا يرى ان هناك انتخابات مجرد تحصيل حاصل اللي هينجح نجح من زمان واللي داخل عشان تجميل الصورة داخل ومعروف ومكشوف واللي بينزل من اجل كيلو السكر وكيلو الرز وكيلو الزيت ده ايضا موجود ومعروف واللي بيمارس دعاية انتخابية قدام اللجان حتى مش هنتكلم عن الدعاية الانتخابية ولا هممني اوي بمناسبة الشرطة اللي بتنزل المواطنين والناس من العربيات عشان يروحوا ينتخبوا بالعافية ولا حزب النور ولا حزب مستقبل وطن ولا الخروقات الانتخابية ولا الشوادر اللي معمولة قدام اللجان ولا حتى هممني اذا كان في اقبال او عدم اقبال لان بالبداية ما بني على باطل فهو باطل العملية الانتخابية بجرمتها عملية بطلة ده طبعا من وجهة نظر اي محايد ينظر للعملية الانتخابية بداية من التديق على المرشحين المحتملين بعمل التوكلات مرورا للتعتيم الاعلامي على بعض الاعلاميين وصولا لعدم موجود برامج عدم موجود شفافية عدم موجود رؤيا عدم موجود عدم موجود عدم موجود بالنهاية وصلنا الاول ايام الانتخابات وقال لك المحافظات تنتخب ما اللي بيحصل؟ عندنا انتخابات في المحافظات سبعة وعشرين محافظة سادة المحافظين على مدار عشرة او عشرين يوم فاتوا سابوا كل اللي وراهم محافظين من الاسوان سابوا اللي وراهم سابوا شغلهم سابوا خدمات المواطن سابوا مرافق المواطن وده بيجاهز لجان انتخابية وده بيزور مقرات انتخابية وده بيعمل مؤتمرات للدعوة لمرشح بعينه وده بيحض الجماهير والشباب على المشاركة في الانتخابات الخبر ده الاهم من وجهة نظري صباح اليوم قالك محافظات مصر تنتخب الرئيس قال يعني المواطن في المحافظات دي رأي وقال يعني الناس اللي مجموعين او زي ما حضراتكم شايفين طبعا كل دول جمهور حزب ومستقبل وطن وبعض من الساده الاعضاء والساده المحافظين اللي نزلوا النهاردة امام اللي جان الانتخابية الهدف صورة اللي حضراتكم شايفينها دي هتلاقي نفس الصورة جيالنا من اسكندرية اختها من البحيرة بنت عمها من الشرقية قريبتها من المنوفية لحد الصعيد المحافظات تنتخب المراد من هذه الانتخابات ان المواطن ما يديش صوته او ما ينزلش يدي صوته الهدف من هذه الانتخابات هي صورة زي دي ويطلع يقولك اقبال كثيف على لجان انتخابات الرئاسة ببعض المحافظات ومنهم سواجه وبالمناسبة يمكن هنتكلم بالتفصيل عن محافظات الصعيد اللي فيه اهتمام شوية من اعلام النظام بالاقبال في هذه المحافظات لكن انا مشفق بطبيعة الحال على الجماعة بتوع مستقبل وطن ليه مشفق على بتوع مستقبل وطن؟ لان بتوع مستقبل وطن اللي بينزلوا البعض مقابل كيلو رز كيلو سكر او كيلو زيت مشفق عليهم لان البلد للأسف ما فيهاش سكر يمكن لأيام الاخوان لما كانوا بيتاهموا الاخوان انهم بيعملوا دعاية انتخابية بالسكر والزيت والرز طب ايام الاخوان كان فيه سكر وزيت ورز وكان متوفر او كان مرطرة على رأي الفلاحين والصعيدة كان موجود في كل حتة والكيلو كان بجنو نص وعلى افا من يشيل لكن المشكلة في اللي بيعمل دعاية انتخابية النهاردة سكر بخمسة وخمسين جنيه ومحدش لقيه الرز بخمسة واربعين جنيه ومحدش لقيه الزيت بمية وسبعين جنيه ومحدش عارف يجيبه البصل اللي كان زمان بنقول ما يسواش بصلة البصل الكيلو بخمسة واربعين جنيه ومحدش لقيه حتى الدعاية الانتخابية في عصر النظام الحالي بقى طعبة تخيل انك عايز تعمل دعاية انتخابية فمحتاج تلف على المحلات وتلف على المولات والمجمعات الاستهلاكية عشان تجمع سكر اللي اذا كانت الحكومة مجمع السكر وعمل احتياطاتها وحزب مستقبل وطن وحزب النور والاحزاب اللي بتعمل رشاوة انتخابية قدام اللي كان عامل حسابها ومجمع الرز ومجمع السكر والزيت عشان تقدر توزعها على المواطنين